حول المفاوضات السياسية مما في ذلك لتجديد وقف الأعمال العدائية والوضع الإنساني أعطي الكلمة الآن إلى المبعوث الخاص السيد إسماعيل ويلد الشيخ أحمد ليقدم لنا الإحاطة تفضل سيد الرئيس شكرا لأعطائي الفرصة لإطلاع مجلس الأمن على آخر تطورات الملف اليمني لقد شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا للعمليات العسكرية أثر بشكل مريع على الشعب اليمني إن الأعمال القتالية استمرت في مناطق عدة ومنها محافظة صنعاء وتعز والمنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية ولا يزال المدنيون في تعز يعانون من القصف العشوائي المتزايد على المناطق السكنية كما تصاعدت حدة القصف البري والجوي في الساحل الغربي مع انطلاق عملية الرمح الذهبي التي شنت الحكومة اليمنية وحلذائها لا يزال كل من الطرفين يدعي التقدم العسكري على الأرض ويجاهر به في وسائل الإعلام إلا أنني لازلت على ذقة أنه لا يمكن للحل أن يكون عسكرياً فنحن نشهد يومياً جولات من الكر والفر ومن لا يرى غير الحل العسكري سبيلاً في اليمن يزيد من معاناة اليمنيين ويساعد على تزايد خطر الإرهاب كما أنه يؤخر تعافي اليمن من مخلفات الحرب ومما يضاعف المأساة أن هناك مقترحاً للسلام على الطاولة وهذا المقترح سوف ينهي النزاع في حال تحل الأطراف بالإرادة والشجاعة السياسية لتنفيذه سيد الرئيس لقد عقد بتاريخ 18 كانون الأول ديسمبر في الرياض اجتماع حضره وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وقد دعيت للمشاركة به صدر عن هذا اللقاء نداء عاجل لإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية وتليه فترة تحضيرية مدتها أسبوعان لتدارك مسببات الخروقات التي كانت تحدث بكل مرة أعلننا فيها وقف القتال ونحن حرصون على أن يلتزم الأطراف هذه المرة بشكل فعلي وكامل يوفر الإغاذة الضرورية لليمني لقد أتم فريق العمل في مكتبي كل الترتيبات الخاصة للاجتماع التحضري والذي يشمل ورشة عمل مدتها خمسة أيام يحضرها ممثلون عن من طرفي النزاع حتى يخرجه بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف إن نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويلة من الحرب كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل لقد التقيت بوزير الخارجي الأردني في اليوم الأول التالي لتوليه منصبه وقد عبر عن ترحيب بلاده باستضافة هذه الورشة كما عبر عن استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم أي دعم لمسار السلام ومساعدة الشعب اليمني وهذا ليس بغريب عن بلد استضافة وقدم ملجأ آمناً وخدمة استشفائية أساسية لعدد كبير من مواطني الدول المجاورة ومنهم اليمنيين وفي هذا السياق أرحب بتجاوب الحكومة اليمنية وموافقتها على إرسال ممثلها للمشاركة في هذه الدورة وأتمنى على وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تأكيد حضور ممثلين على الصعيد السياسي دعا البيان الصادر عن اجتماع الثامن عشر ديسمبر في الرياض الأطراف إلى التعامل بشكل بنا مع مقترح الأمم المتحدة الذي عرضته على الأطراف تمهيداً لجولة مقبلة من المشاورات لا زال لدى الأطراف بعض المخاوف والتحفظات إلا أنني سأتابع مباحتي معهم لوضع حلول تساهم في تقريب وجهة النظر إن هذا المقترح يرتكز بشكل كبير على أبرز ما تم التباحث فيه مشاورات الكويت ويمهد الطريق لحل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وكذلك يشكل الخطوة الأولى على طريق السلام ويمهد لمرحلة انتقالية بحسب مقررات الحوار الوطني وقد لقي هذا المقترح دعما كاملا من المجتمع الدولي بتشجيع من سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وافق وفد أنصار الله والمؤتمر الشعب العام على خارطة الطريق كورقة عمل قابلة للبحث والتفاوض في شهر نوفمبر وكان هذا مؤشرا إيجابيا إلا أن امتناعهم عن تقديم أي طروحات عملية وعن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق إلى تفاصيل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة لم يساعد على التقدم خاصة وأن الشق الأمني جوهري في المقترح وأساسي للسلام وقد تحدثنا مفصلا في هذه المواضيع خلال زيارة الأخيرة إلى صنعه ولا شك أن قرار أنصار الله والمؤتمر الشعب العام بإنشاء حكومة موازية تابعة للمجلس السياسي الأعلى يضع عراقيل إضافية لمسار السلام ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف ولقد كررنا أكثر من مرة خطورة القرارات الأحادية في هذه الأوقات العصيبة وتأذيرها على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة أما الجانب الحكومي فمنذ إفادة الأخيرة إلى مجلس الأمن لقد قمت بزيارتين إلى عدن في ظروف أمنية صعبة وحساسة وكانت آخرها في السادس عشر من هذا الشهر الجاري حيث التقيت برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي لقد حثيت الرئيس هادي على الالتزام العلني بالمشاورات على أساس مقترحاتي التي قدمتها في الكويت وكذلك ما بعد الكويت إن انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات من دون القبول بمناقشتها لتعديل بنودها يقوض الثقة بمسار السلام ويطيل أمد السراء لقد أكدت للرئيس أن ما تقدمه الأمم المتحدة هو مقترحات قابلة للتباحل حتى نتوصل إلى حل شامل يقبل به الأطراف وما من حل آخر يؤمن السلام لليمن ويجمع اليمنيين على طاولة واحدة للتطرق إلى التحديات الداخلية وأبرزها قضية مظالم الجنوب سيد الرئيس يشهد اليمن حالياً تراجعاً مستمراً على الصعيدين الاقتصادي والإنساني فبحسب المنظمات الإنسانية هناك 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات إنسانية و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وهذا المؤشر هو الأسوأ على صعيد العالم الأسباب كثيرة ولا تقتصر على ارتفاع نسبة الفقر فقط بل تشمل أيضاً تراجع الخدمات الصحية والاستشفائية وعدم توفر المياه وغيرها من العوامل وسوف يطلعكم منسق الشؤون الإنسانية زميلي ستيفان أوبراين بشكل موسع على تأذير الحرب على الوضع الإنساني وفي هذا الصدد إن الإبقاء على مطار صنعات دولي مغلقاً يزيد من صعوبة الوضع العام فاليمنيون الذين هم بحاجة للسفر للعلاج غير قادرون على ذلك وكذلك هي حال منهم في الخارج ويرودون العودة إلى بلادهم كما أن الانتقال من وإلى مطار عدن ليس بالأمر السهل وفي هذا السياق أحث الحكومة اليمنية على إعادة تفعيل حركة الطائرات المدنية والتجارية من وإلى مطار صنعات دولي وادعو جميع الأطراف إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية والمطار لقد أرسلت لكل من الأطراف رسالة رسمية لأخذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة مطار صنعات كما أن التأخر المتزايد لصرف رواتب الموظفين أثر بشكل كبير على قدرة اليمنيين الشرائية ولا شك أن المماطلة بهذا الموضوع سوف تدفع المزيد من اليمنيين إلى حافة الفقر المتقع من الضروري أن يعمل كل من الحكومة اليمنية والبنك المركزي وأنصار الله والمؤتمر الشعب العام على ضمان استئنابي صرف الرواتب على اليمنيين في جميع المحافظات وقد وصلتني قبل هذا الاجتماع بساعات معلومات من الحكومة أنها قد باشرت بذلك كذلك من الضروري وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي تمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتمكن من تزويد أكثر اليمنيين عوزا بالأموال النقدية كما أشجع الشركاء الدوليين على تأمين الوصول إلى العملة الصعبة الضرورية لمستورد المواد الأساسية حتى لا تتوقف عمليات الاستيراد سيد الرئيس لا شك أن اليمن يتخبط حاليا في دوامة من العنف والصراعات السياسية إلا أن هناك ملامح واضحة للخروج من هذه الأزمة إن المقترح الذي تقدمت به وإن كان يفرض بعض التنازلات إلا أنه يرتكز على متطلبات الطرفين ويأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد ويفسح المجال لمستقبل آمن لليمن واليمني وسوف أقدم للأطراف جدولا مفصلا يعكس التسلسل الزمني بحسب تصورنا لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها وأدعوهم إلى التحلي بالحكمة السياسية والمسؤولية الوطنية حتى نحقق التقدم الضروري بهذا الملف منذ أن تقدمت بإحاطتي السابقة لمجلس الأمن لقد التقيت بوزراء خارجية الخارجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت وقطر والأردن والسويد كما التقيت ببناء نائبي وزير خارجية روسيا والصين ولمست الإجماع الدولي الداعم دائما لمسار السلام وجهود الأمم المتحدة وفي هذا السياق أريد أن أشيد بالدعم الذي حصلت عليه من السفارة الروسية في صنعة بآخر زيارة قمت بها لصنعة أرجو أن يكثف المجتمع الدولي جهوده للضغط على الأطراف لعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة وأنا على ذقة أن نتحسن الوضع الأمني سوف يفسح المجال لتفعيل الحوار السياسي الذي نرجو أن يؤدي إلى حل جذري للحرب أنا آتيكم مباشرة اليوم من صنعة القلقة والحزينة وتلمست عن قرب معاناة اليمنيين واليمنيات آملوا أن يفتح المسؤولون اليمنيون البصر والبصيرة ليروا حجم الكارثة التي أخذوا البلاد إليها وأن يتخذوا القرار الجريء بالالتزام بالحل السياسي ووقف النزاع إن حل المشكلة اليمنية لن يكون من أي جهة خارجية فالأمم المتحدة تفاوض وتويسر والمجتمع الدولي يضغط ويسهل إلا أن القرار يبقى قرار اليمنيين المعنيين بالنزاع وبقدرتهم على تقديم التنازلات وتحكيم الضمير السياسي ومحكمة التاريخ لن ترحم شكرا I thank Mr. Old Sheikh Ahmed for his briefing and I now give the floor to Mr. Stephen O'Brien Thank you very much indeed Mr. President and I thank the Special Envoy for his contribution Since my last briefing the humanitarian situation in Yemen has further deteriorated while the armed conflict continues to intensify with daily airstrikes and armed clashes In the last week we received reports of at least 365 conflicts related security incidents up from 231 the previous week and at least 100 airstrikes alone in Tyese government During the last quarter of 2016 approximately 2,400 incidents insisting of airstrikes, armed clashes and shelling were reported throughout Yemen This is a 12% increase from the previous three months Today I am particularly concerned about civilians caught up in the crossfire in Mokha Tyese government's coastal region I have received reports that more than 5,000 families are fleeing It is clear that in this fight the most affected are the ordinary people the ordinary Yemeni people who continue to suffer Overall more than two-thirds of the population an alarming 18.8 million that's required is in need of humanitarian and protection assistance including an astounding 10.3 million Yemenis who require immediate assistance to save or sustain their lives This is about the size of the entire population of Sweden and the numbers are rising More than two million people are internally displaced By the 31st of December 7,469 Yemenis have been killed and 40,483 injured due to the conflict The true number is likely to be higher as we only report cases by health facilities that are still functioning and may 45% first Overall, the plight of children remains grim With a child under the age of five dying every ten minutes of preventable calls The grim illustration of the impacts on children of the esterites two weeks ago near a petrol station next to a school in Sanara government's Neem district that resulted in the death of one school girl and injury to four others A week earlier, on the 3rd of January a school was completely destroyed in Saada government's Safra district reportedly and luckily without any child casualties Since the hostilities began in March 2015 more than 1,400 children have been killed and over 2,140 injured Another 1,441 children have been recruited by warring parties some as young as eight years old The actual numbers are likely to be much higher Beyond the direct casualties of the armed conflict there are also these so-called silent deaths of Yemenis that go largely unnoticed and unreported Girls, boys, women and men are dying of hunger and diseases that are easily preventable and treatable Unfortunately, vital food commodities and medicines cannot be important easily due to access restrictions imposed by all parties People with chronic diseases, including high blood pressure and diabetes who are not receiving life-saving treatment due to medical shortages are slowly dying The conflict in Yemen is now the primary driver of the largest food security emergency in the world If there is no media attached Famine is now a possible scenario for 2017 14 million people are currently fully insecure This means that the Yemenis are not able to feed themselves everything and are frequently forced to miss meals This means that the Yemenis are not able to feed themselves At least 2 million people need emergency for the systems to survive Again, the situation for children is especially great 2.2 million babies, boys and girls are acutely malmarished and almost half a million children are suffering from severe human nutrition This represents a 63% increase since late 2015 Children are going to bed hungry every night Shockingly, incidents of gender-based violence have reportedly increased by over 63% before the conflict As of this month, there have been 10,806 reported cases To be clear, this means more rapes More force managers More child brides And many more unspeakable acts of violence against girls and boys and women compared to two years ago Mr. President, all parties to the conflict are failing to take precautions to spare civilians and civilian infrastructure So far, the UN has verified over 325 attacks on schools, health facilities, markets, roads, bridges, heat and water points And two-thirds of the damage to public infrastructure is a result of air strikes The violations of international humanitarian and human rights law continue underbated and largely with impunity Attacks against hospitals, schools and other protected civilian structures and facilities must stop immediately Grounding rapid and unimpeded humanitarian access is a key obligation under IHL Yet people place major challenges in accessing humanitarian aid and humanitarian actions The closure of Sinar airport to commercial flights since the night borders has a disproportionate impact on Yemen's civilians And further increases the humanitarian case law The lack of in-country specialist medical care means that more than 20,000 Yemenis are unable to seek treatment abroad Similarly, life-saving medicines cannot be flown in Students are unable to resume their studies abroad In addition, the suspension of commercial flights has also meant that journalists who no longer travel to Sinar A report on Yemen's grave commercial flights We expect all parties to the conflict, including the government of Yemen, to do the up-race with the Saudi Arabia Coalition To reopen the airport and airspace to commercial flights This could include addressing security concerns for previously established flight routing To be shown in Saudi Arabia or other airports within the Saudi Arabia to coerish As president, humanitarians now fill in for collapsing public institutions Which at this scale is both beyond our capacity and our unit The healthcare system is in decline Public infrastructure such as bridges, ports, as well as water and sanitation systems have been destroyed The near collapse of the country's social security and economic institutions has multiplier effects on their terror needs Yemen's poorest families, widows, orphans, people with disabilities and the elderly Are no longer receiving a month for the allowance of 2,500 million That's about 10 US dollars per person In addition, 1.25 million civil servants, including nurses, doctors and teachers Do not receive salaries regularly Yemen's middle class is growing poorer And many are no longer able to provide for their families While a batch of money arrived in Aiden earlier this month No information is being received Whether it will reach some services in all governments Yemen's contracting economy associated with the liquidity crisis The continued depreciation of the local currency means further hardship for Yemen's people 90% of Yemen's food and fuel and almost all medical supplies are imported Only 40% of pre-priced amounts of fuel are now entering the country The important restrictions are leading to price increases For instance, in December the price of wheat flour was 25% higher than in the pre-priced period Petroleum prices rose by more than 33% Cooking gas is now 60% more expensive The sharp decline in the central bank's foreign reserves combined with its move to Arsenal And the lack of liquidity has a ruinous socio-economic impact Yemen can run out of weeks within months Less traders can access lines of credit in the coming weeks Foreign banks no longer accept financial transactions with many of Yemen's commercial banks We must mobilize to sustain the traders' ability to import We punish the country to stop to stay with food And reverse the trends of growing food insecurity and potential starvation In addition, some humanitarian organizations are struggling to find enough cash to implement projects The end result is a country in economic distress Which is translated into a huge humanitarian need We will provide you with an update on the United Nations verification and inspection mechanism known as UNVIM As of the 23rd of January this year UNVIM has cleared 324 vessels from 394 vessels Since the beginning of operations, over 5 million metric tons of cargo has been discharged And being 2 million tons of food and just over 1 million tons of fuel During this period, 4 vessels were not cleared 20 vessels of clearances were remote 28 cancelled And 6 or 5 million The mechanism was used to 21 inspections of special cargo or the automation present The delays in receiving clearances are also due to restrictions imposed by the Saudi-led coalition Such as the hampering of vessels of access to Yemen's rich reports And in the absence of clear lists or perimeter divided What good are offloaded? There are often additional bureaucratic impediments that slow down the transport of commodities to their final destinations All parties have to be held responsible for these impediments However, ports have been damaged and needs to be there The Dada port Germans may port through which 80% imports arrived Which was damaged the conflict in 2015 has not been rehabilitated A vessel carrying four WFP killed no far cranes as a ride in the Red Sea It was ordered by the Saudi authorities to leave the Yemeni waters It is now anchored 15 miles from Yemen's country The vessels are waiting for the cohesion to prove to burn out the ports These cranes will boost the ports passing and handling the military cargo Two of cranes will be used exclusively by the UN by the WFP And how excellent that it's finally to look for the fight of the humanitarian powers And it will help the humanitarian powers In spite of the difficult conditions and tremendous challenges The humanitarian community delivers Together, in 2016, we reached 5.6 million Yemenis In need with direct assistance and via a coordinated response in the 22 governor's There are five operational hubs in Arden, Dada, Ib, Saqada and Sanaa More than 140 humanitarian organizations are working in Yemen They are delivering life-saving, life-sustaining assistance across the entire country In the darkness of conflict, there are some glimpses of her Thanks to the swift intervention by humanitarian partners Who established 26 cholera treatment centers And launched a massive container campaign through water and sanitation interventions The cholera outbreak which started in October is now in decline We must remain vigilant as there are still more than 18,000 suspects In recent weeks, there have been some improvements to are becoming bureaucratic impediments Especially in terms of issuing visas to humanitarian work Dialogue is also becoming more effective in leading to a better understanding of parties The conflict and their responsibilities under international humanitarian law I welcome the efforts of the Saudi authorities and other partners To strengthen the dialogue and information sharing with humanitarian partners To overcome the challenges faced with the delivery of humanitarian assistance in Yemen For 2017, approximately 2 billion U.S. dollars is required to support the 2017 humanitarian response Targeting 10 million of the most vulnerable in Yemen The increase compared to 2016 is directly tied to the breakdown of the socio-economic order Increased suffering in the absence of a cessation of hostilities and of political sufferings The parties to the conflict are closing their ears to the desperate pleas of the Yemeni people All the broad international community I request Member States to pledge generously for the forthcoming Yemen Pledging Conference in late March I conclude by requesting Council members once again For the immediate ceasefire and sessions The Yemeni people will need a commitment to a great support for this regime And I also request the council members to use their influence over the parties to the conflict To ensure that they respect the national and humanitarian law And the second part, the whole part is the conflict of accountability For preventing their obligations to protect their civil rights and civil rights Third, facilitate the increase of commercial impulsions in the central parts To facilitate the increase in the capital and the remuneration of war The refugee country are guarding their interests And to ensure that the local authorities will pay橙 through the imports Through the bank, the transverse and Yemeni units The President and Yemeni ones will reach for the first of the first-act ever على استخدام الأموال وليس ببعض أن تشعر الوصف على مقاعدة على المقاعدة وضماني توفير الرواتب للعبين من دون تخير أشكر سيد أبراين على إحطاته الممثل في أرغوية يجب أن يطلب الكلمة لكي يجب أن يتقدم ببعان شكرا سيد رئيس أعجب أن يتقدم الأنبياء الأنبياء سيد أبراين أعجب 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 adan am shouting أعجب سيدنا بحيلك صابقة أعجب 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 مباشر وشعanted أعجب أعجب أجب أعجب 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 سيدنا أعجب 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 involucrados en materia de asistencia humanitaria en Yemen por su infatigable y valiente trabajo para traer algo de esperanza a su sufrida población. Uruguay se encuentra consternado ante la continua profundización del conflicto en Yemen que asiste diariamente a la perpetración de las más graves violaciones y abusos contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La menor difusión mediática sobre el grave conflicto de Yemen en relación a otros conflictos como los de Siria o Sudán del Sur no exime de responsabilidad a los autores ni a la comunidad internacional mucho menos a este consejo. A modo de ejemplo, es preciso recordar cuántas reuniones sobre Siria hemos tenido desde la última ocasión porque todo lugar en esta sala un riquezo sobre Yemen el pasado 31 de octubre nada menos que 13 de la sociedad. a Uruguay le preocupa la continuación de la violencia y el desmantelamiento de las instituciones en Yemen. Ello ha permitido la expansión del terrorismo. Grupos como Daesh y Al-Qaeda en la insula alámbica han expandido sus operaciones y encontrado un refugio perfecto para sus operaciones ante la misma presencia estatal. señor presidente, lamentamos el largo estancamiento del proceso de paz que no ha logrado consolidar resultados positivos. Desde ello apoyamos el restablecimiento del proceso de negociación que lleva demasiados meses sin lograr resultados perfectos y que hoy se encuentra condicionado para el resultado con una muy debilitada o mejora de la paz. Así mismo, Uruguay reitera su llamado a las partes a retomar el diálogo y cumplir plenamente con el compromiso del cese de las hostilidades para que se den condiciones favorables para el establecimiento de la paz. Para lograr la estabilidad en Yemen es preciso también que se demuestre el compromiso de los actores de la región y quienes les apoyan y en particular el de aquellos países que tienen influencia sobre las partes a fin de incidir vigorosamente en la búsqueda de una solución pacífica del conflicto. Uruguay condena enérgicamente los continuos ataques contra blancos civiles en Yemen. Bombardeos aéreos y ataques con morteros y misiles detrullen a diario instintamente hospitales, escuelas, mercados edificios residenciales y obras de infraestructura. Bombas de racimo, bombas de sanitario, bombas de sanitario y minasanta personas y son colectadores causan asimismo estragos entre la población civil. Todos los actores en Yemen siguen demostrando un total de desprecio por las normas y rígidas del derecho internacional humanitario causando un enorme sufrimiento en esta materia. Los responsables de estas agarrantes y sus ciudades y sus cómplices deberán rendir cuentas por esos crímenes. Nos preocupa de igual manera la gravísima crisis de seguridad alimentaria que afecta a más de 14 millones de jemeníes y es hora de dar nueva vida al cese de hostilidades y buscar el camino para volver a la mesa de negociación. Todos sabemos que estos conflictos no tienen solución militar, sino que la única manera es lograr acuerdos políticos amplios e inclusivos negociados directamente entre las partes. Ese debe seguir siendo el principal objetivo del Consejo y de toda la comunidad internacional. Los millones de jemeníes afectados por esta crisis tienen el derecho y nosotros la obligación de continuar incesantemente buscando las mejores opciones para alcanzar la paz. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. سعادة السفير أولوف سيكوك المندوب الدائم للمملكة السويد لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن سعادة الأخ إسماعيل وينشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن سعادة السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الأكارب بعد التحية اسمحوا لي في البداية اسمحوا لي في بداية مداخلتي أن أتقدم بالشكر القزير لكم سعادة السفير العزيز أولوف سيكوك لإتاحتكم الفرصة لنا للحديث أمام مجلسكم المؤقر وهي مناسبة للتعبير عن خارص التهاني والتبريكات لوفدكم ولوفود الصديقة من إثيوبيا وكازاخستان وإيطاليا وبوليفيا وأنتم تباشرون للتو مشواركم في مجلس الأمن خدمة لقضايا السلم والأمن الدوليين كما لا يسعني إلا أن أتقدم بخارص التهاني القلبية مقرونة بالأمنيات الصادقة لمعالي سيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي نثق بقدراته وملكاته التي ستثري العمل الأممي مؤكدين استعدادنا في الحكومة اليمنية وبعثتها في نيويورك للعمل معا معه يدا بيد للوصول إلى حل للأزمة اليمنية يضع نهاية للإنقلاب على السلطة ومؤسساتها الشرعية في اليمن ويقطع دابر التدخلات الإيرانية العدوانية في الشؤون اليمنية وفي شؤون المنطقة السيدات السيد الرئيس السيدات والسادة اليوم وبعد مرور عامين من بدء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق ضد شعبنا ونظامه الجمهوري ترون كيف يتهاوى هذا المشروع أمام صمود شعبنا وانتفاضته الباسلة في كل محافظات اليمن لاجتثاث مشروع الطائفية السياسية الذي حاول يائسا وعد مشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية الذي شكل رؤية الرئيس عبد الرب ومنصور هادي ومن خلفه كل شعبنا اليمني وقواه السياسية والمجتمعية والمعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها الشرعية في سبتمبر 2014 كنا في الحكومة اليمنية وما زلنا نرى بأن الحل يكمن في رفض الاستقواء بالسلاح ومنطق القوة والغلبة والاحتكام إلى الحوار الذي قادنا للقبول بنتائج الحوار الوطني التي ارتضاها شعبنا والتي شاركت فيها الأمم المتحدة وحينما تواصلت الحرب العدمية التي غذتها أجندة إيران التوسعية في المنطقة جددنا موقفنا في التأكيد بأن الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في اليمن وهي مرجعيات حظيت بإجماع وتأييد ومشاركة شعبية يمنية وإقليمية ودولية وأممية والمتمثلة في الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216 وحينما قيل لنا أن القرار الأممي يصعب تنفيذه على الواقع قلنا إن القرار بالمختصر المفيد وكما يراه شعبنا وكل أصدقائنا وكل القوى الحريصة على أمن واستقرار اليمن وكل من هو حريص على الالتزام بالقانون الدولي ليسود السلام يعني نهاية الإنقلاب وعودة الشرعية الدستورية التي مناصة للقوى الإنقلابية إلا الإقرار بها ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي راعي عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن ومن هنا فأن أي مبادرات وأفكار تتجاوز هذه الثوابت لدى الشعب اليمني ليست مقبولة ولا منطقية ولا تحقق السلام ولن تمر لأنها لا تستوعب تعقيدات المشهد اليمني وتنزع إلى تصطيع الحل تصطيع الحل والإبقاء على ديمومة الأزمات في بلاد اليمن سيد الرئيس السيدات والسادة إن الحكومة اليمنية تجدد من هنا التزامها بالسلام الذي بدأناه في جينيف وبيل والكويت وأنها ستظل مرتزمة بالسلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث ومن هذا المنطلق رفضت الحكومة اليمنية خطة كيري وطالبنا المبعوث الدولي بتقديم خطة جديدة تستند إلى ما توصلنا إليه في الكويت وتبني عليه لأننا لا نقبل بخلق سابقة سابقة دولية من خلال شرعنة الإنقلاب والإبقاء عليه بأي شكل من الأشكال وخلال لقاء فخامة الأخ الرئيس بالسيد ويلد شيخ أحمد في العاصمة المؤقتة عدن في 16 يناير الجاري أكد فخامة الأخ الرئيس استعداد الحكومة لتفعيل لجنة التهديئة والتنسيق لتعقد اجتماعاتها في ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية وفق اتفاق الكويت الذي رفض الانقلابيون الالتزام به والتزمنا نحن في الحكومة اليمنية وما زلنا من منطلق قناعتنا بأنه لا يمكن استدامة أي وقف الإطراق النار دون تفعيل اللجان المحلية في كافة جبهات المواجهة ومن هنا فقد وافقت حكومة الجمهورية اليمنية في ديسمبر الماضي على خطة لمكتب المبعوث الخاص لعقد ورشة خاصة بلجنة التهديئة في العاصمة الأردنية عمان ولكن الطرف الانقلابي يرفض حتى اليوم المشاركة في هذه الورشة وكما أكد السيد وودشيخ أحمد إن أولوية العمل من أجل السلام في هذه المرحلة تتلخص في تفعيل لجنة التهديئة وإذا ما توفرت الظروف المواتية لمراقبة وقف اطراق النار فإن فخامة الأخ الرئيس سيكون على استعداد للإعلان لوقف اللي اطلاقنا السيد الرئيس السيدات والسادة لقد كثر الحديث عن المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة القوى الانقلابية ومع الأسف لا يتم الحديث عن ما يجري في تعز من مجازل وأن نحن استمعنا إلى الملخص كله يتلخص عن مناطق سيطرة الانقلابيين ونحن نؤكد أن الطرف الانقلابي يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها فخلال السنتين الماضية عملت القيادة الانقلابية على سرقة موارد الدولة ومقدراتها وأفرغت كل ما كان في البنك المركزي وتاجرت في كل شيء للحصول على المال الحرام ونهبت مليارات البنك المركزي مما دفع الحكومة اليمنية بعد أن أفلست موارد الدولة إلى اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وخلال الشهرين الماضيين عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات موظفية الخدمة العامة في السلكين المدني والعسكري في كل يمن ورغم إمعان الطرف الإنقلابي في معاقبة الشعب اليمني من خلال تهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات إلا أنه تم يوم أمس تحويل كافة مرتبات الموظفين في صنعاء عبر مصرف الكريمي وقد قدمنا نسخ من التقارير والاتفاقيات والشيكات التي تم نقلها إلى مكتب المبعوث الخاص وفي الثاني والعشرين من يناير الجاري بعث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية برسالة إلى السيد المبعوث الخاص طلب فيها بتدخله الشخصي العاجل للضغط على الحوثيين وصالح بهدف تسهيل نقل رواتب الموظفين ووصولها إلى مستحقيها دون قيود وعراقيل فهذا وضع إنساني لا يقبل المزايدة السياسية ونحن بدورنا نطالب مجلس الأمن لممارسة الضغط على الإنقلابيين لتسهيل نقل رواتب الموظفين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بشكل مستمر حتى لا نزيد من تعقيد الوضع الإنساني كما أود هنا أن أعبر عن قلق حكومة بلادي من استمرار استغلال ميليشيات الحوثي لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم والتسهيلات الممنوحة لدخول المواد الغذائية والوقود والمستزمات الصحية والأدوية والتي أصبحت تتم بآلية شبه طبيعية في الميناء إلا أن قادة الميليشيات يستغلون تلك الشحنات والمتاجرة بها وابتزاز التجار لتحقيق مكاسب خيالية غير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب الظالمة على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجه الشعب اليمني لقد وصل عبث الإنقلابيين سيد الرئيس إلى مستويات مروعة في امتهان كرامة الإنسان فهم يقومون بتجنيد النساء والأطفال حيث تشير التقارير الرسمية إلى وجود عشرة آلاف طفل مجند في صفوف الميليشيات يختطفون من طفولتهم ليزج بهم إلى جبهات الموت وهذا السلوك ليس بمستغرب على من زرعوا الأرض اليمنية في كل مكان وبعشوائية مطلقة بآلاف الألغام الفردية المحرمة دوليا والتي سيدفع شعبنا ثمنها نزفا من دمه وروحه سنوات طويلة بعد انتهاء هذه الحرب المجرمة كما أن استمرار القوى الانقلابية في معاقبة تعز وإغلاق مطارها ينبغي أن يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي وما زال الآلاف من أبناء شعبنا اليمنية الصامد من الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين يرزحون في زجون ومعتقلات الميليشيات التي حولت اليمن إلى سجن كبير فقد بلغ بنهاية العام 2016 عدد المعتقلين في زجون ومعتقلات المتمردين أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر معتقل منهم مائتين وأربعة طفل معتقل وقد بعثت أنا شخصيا برسائل بهذا الخصوص إلى معالي الأمين العام السابق والحالي ورئيس مجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وفريق لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة باليمن ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمناشدتهم ومناشدة الضمير الإنساني الحي للتدخل والضغط على ميليشيات التمرد لإنهاء معاناة هولاء المعتقلين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وبلا إبطاء والسماح لذويهم بالوصول إليهم ومعرفة مصيرهم إلا أن ذلك للأسف لم يتحقق حتى الآن وقلت للسيد المبعوث الخاص أنه لا يوجد لدينا في السلطات الشرعية وفي المناطق المحررة أي سجناء وإذا كان هناك فنحن على استعداد لبحث إطلاقهم ثورا لماذا يعاقب الإنسان في حريته لأنه يرفض الإنقلاب السيد الرئيس السيدات والسادة كما تعلمون سيستمع مجرسكم المؤقر يوم غدا الجمعة للوقوف أمام التقرير النهائي المقدم من فريق خبراء العقوبات الخاص باليمن وقد التقيت يوم أمس الأول بأعضاء الفريق الذين أكدوا لي أن تحقيقاتهم توصلت إلى قناعة تامة بأن الحوثيين وصالح لا يهتمون بالحلول السلمية ويواصلون الاعتماد على العنف وسيلة لتحقيق مآربهم وإن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما يزال يدير المليارات التي نهبها ويستخدم عوائدها اليوم في مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار وتمويل الخلايا الإرهابية في اليوم وقد تقدمت الحكومة اليمنية بدعوة للفريق لزيارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها وسيتم إنجاح كافة جهود لجنة العقوبات وهنا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لسفير كورو بيشو المندوب الدائم لليابان على قيادته الحكيمة لأعمال اللجنة السيد الرئيس السيدات والسادة قبل أن أنهي كلمتي أود الإشارة إلى الانتصارات التي يسطرها شعبه اليمنية العظيم وقواته المسلحة ومقاومته البطلة في دحر الميليشيات الإنقلابية في كل الجبهات بإسناد من التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية المتحدة وآخرها تحرير ميناء المخاء وكافة المناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر وإبعاد خطر استهداف الملاحة الدولية الذي وكما تعلمون فقد عملت القوى الإنقلابية بإعاز من إيران وباستخدام صواريخ إيرانية الصنع على استهداف السفينة الإماراتية سوفت والسفينة الأسبانية الناقلة للغاز المسال وقطع البحرية الأمريكية كما إن القوات المسلحة تحقق مزيد من الانتصارات في منطقة نهم القريبة من صنعاء وقد أصبح مطار صنعاء الدولي ضمن منطقة المواجهات العسكرية الأمر الذي يتطلب استمرار إغلاق المطار حتى لا تتعرض سلامة الطيران وأمن المواطنين والمسافرين للخطر ولا يمكن للحكومة اليمنية أن تقدم ضمانات بسلامة الملاحة الجوية في ظل استمرار المواجهات العسكرية وقد أصبح بإمكان المواطنين الوصول إلى مناطق اليمن المختلفة والمغادرة منها عبر مطارات عدن وسيئون والريان والتي عادت للعمل بشكل طبيعي ويتم فيها تسيير رحلات الطيران التجاري بشكل منتظر في الأخير لا يسعني سيد الرئيس إلا تأكيد قناعتنا في الحكومة اليمنية على العمل الجاد لإحياء الشراكة الفاعلة لاستعادة اليمن بالتعاون مع السيد الأمين العام أنطوني جوتيريش الذي نتوجه بالدعوة له نيابة عن الحكومة اليمنية لزيارة العاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على الوضع عن كثب ونطلب من المنظمات التابعة للأمم المتحدة العمل من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن توفرت كل متطلبات عملها في عدن بما في ذلك الجارب الأمني كما نجدد دعمنا للجهود التي يبدلها السيد إسماعيل والشيخ أحمد وكذلك الجهود التي يبدلها مجلسكم المؤقر وسفراء مجموعة الدول الثماني عشر لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن كما نجدد شكرنا وعميق امتناننا للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارة العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبقية دول التحالف العربي لاستعادة شرعية في اليمن وتهيب الحكومة اليمنية بجميع أعضاء مجلس الأمن وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الموحدة التي رافقت الأزمة في اليمن منذ بدايتها في 2011 وبفضل هذا الموقف الموحد لمجلس الأمن تحقق الكثير من الإنجازات في اليمن بشراكة مع الحكومة اليمنية ومن هنا فإننا نطالب مجلسكم الموقف